اشتركوا في القناة ان شاء الله في زواج قريب جدا آآ ليها بإذن الله وموصفات الرؤية اللي انا شكرها هي هتكون موصفات الزواج ده بإذن الله من اقوى الرموز اللي بتبشر بزواج البنت العزباء وهي رؤية الفستان في المنام سواء ان شافت ان هي بتشتري فستان زفاف او لبسة فستان زفاف في المنام بس بشرطة طبعا ان يكون الفستان آآ واسع ويكون مريح بالنسبة لها إلا اذا كان الفستان طبعا ده دايق ده بيدل على تأخر الزواج قليلا او ربما عرقلة لكن هيتم بإذن الله لبس الحجاب في المنام لغير المحجبة بيدل على الزواج القريب في الواقع ورؤية لبس الحجاب في الحال معموما من الرؤى المبشرة بالزواج وبالستر وكذلك رؤية شراء الحجاب في المنام تعتبر من اهم الرموز اللي بتبشر باقتراب الزواج للبنت العسباء من الرموز القوية جدا ايضا الاقتراب زواج العسباء في المنام وهي رؤية الحزاء الجديد في الحلم لبس الحزاء الجديد في الحلم او شراء حزاء الجديد في الحلم بيدل على زواج البنت العزباء تعتبر ايضا من الرموز اللي بتبشر باقتراب الزواج والبنت العزباء لما تشوف ان هي بتحط الحنة في الحلم او بترسم حنة في الحلم دي بتبشرها ان شاء الله باقتراب زواج وفرح قريب جدا والحنة المنجوشة في الحلم بتدل على زواج عسير والافضل رؤية الحنة بغير نقش ايضا من الرموز القوية جدا اللي بتبشر بزواج البنت العزباء وهي رؤية ترتيب وطي الملابس في المنام تعتبر من العلامات المهمة جدا اللي بتبشر بقرب الزواج للبنت العزباء سواء شافت ان هي بترتب الملابس في الدولاب او خزانة السياب او في الحلم او شافت ان هي بتاكل تفاح او شافت ان هي بتشتري تفاح دي بتبشرة ان شاء الله باقتراب الزواج من شخص مناسب لها تماما احبا في الله ربنا بشاركم بجل خير اتمنى تكتبوا لنا حلمكم اسفل الفيديو علشان نفسرع لكم فاسرع وقت ومن تنسوش تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توشعر لكبر قدركم من الناس دون تفارعة الله ومن وللقاء فيديو خارسان وعليكم